موجود موجود يعني مش عايزك تحس ان هي تقيلة شوية كل الكلام اللي بتقوله ده ان النادي الاهلي ما عندوش قناعات بأحمد ياسر رأي ما قدرش اقول كده يعني كان سبني من زمان طب ايه يعني ما انت ما لعبتش في النادي الاهلي ما لعبتش في النادي الاهلي دي ما عارفش ليه يعني ما عارفش ليه بصراحة طب الموضوع ده مزعلك طبعا كان نفسي يعني اضيف حاجة للنادي اللي تربيت فيه مم لكن انا مش عايزت من غير ما يتحكم علي حتى مم يعني ما خدتش فرصة واثنين وثلاثة زي بقيت اللعيبة وابقى وحش وامشي انا بس ادي الحاجة الوحيدة اللي مدهياني مم بس كده كده خلق يعني ده قرار بتاع النادي الاهلي وانا ما عدرش اقول لهم لا انا هقعد ومش همشي وانا قاعد في النادي وانا مش هينفى انا برضو لعيب كورة وابقى بص المستقبلي مكلمتش مع حد ليه عايزين تمشوني ليه عايزين تطلعوني اعراب ليه مش عايزين نعود انا من نوع يعني ما بقدرش اروح اتكلم اقول له ليه انت مش عايزني بقلل من نفسي هي كانت واضحة بقلل من نفسي اللي هو يعني بحس ان انا مكسور مم لما مستر مرسماني مكسور انت لعب كبير لأ بس لما اروح اقول له انا ليه ما لعبتش اللي هو انا بتدخل في حاجة مش بتاعتي مم في نادي اصلا ما يفعش تتكلم في حاجة زي كده اللي هو هقولي مم فساعتها انا انا بحسها وبلاقي الناس بيكلموني من برا انا في الاول قلت ده وكلة بيكلموني عايزين يعملوا صفاقات عايزين يعملوا حاجة لكن لما لقيت رأساء ان ده بيكلموني اكيد مش هتبقى يعني كلام صادق مم يعني المشكلة ما كانتش في موسماني لا لا موسماني ما كانش معاي معاي اي مشكلة انا قلت له انا عايز اطلع عشان الولمبياد وهو قال لي لا اتمرن وقلت له انا عايز اطلع على عمد شاط طب من وجهة نظرك بعد ما انتقلت الليه سيراميكا مين السبب في رحيلك من نادي العين لا والله ما اعرفش تعرفش لا بس هو مستر طارق لما كلمني قال لي يا احمد انت لو هتطلع هتيجي سيراميكا قلت له مستر طارق انا لو طلعت مش هجي غير سيراميكا كده بالضبط قال لي هبقى يعني هبقى قتيل عليك قال لي كده بالضبط قال لي هبقى قتيل عليك قلت له بقى قتيل علي بس حسس بي ايدي بوعد لا الحمد لله كان نفسك كان نفسي ايه تلعف الليل اكيد مين ما نفسوش طب زعلت ان انت دخلت في صفقة شاد حسين لا ليل علشان انا من نوع مش باخدها اللي هي انا دخلت في صفقة شاد حسين فانا بقلل من نفسي لا ده حب عشان حبك في النادي الاهلي كتربيتك في النادي الاهلي بقولك قعد 18 سنة في النادي الاهلي وغير كده بابايا كان يعتبر قعد 10 سنة او 11 سنة في النادي الاهلي فمساعدة ما اتولدت ما عرفش حجر النادي الاهلي يعني انا كنت على طول حتى في جيل كابتن بركاته وكابتن أبو تريكا وكابتن أحمد حسن وكابتن محمد شوقي كل ده أنا كنت أبقى في المدرك أنا أصلاً أحب التشجيع وأحب أبقى في النادي كنا من خلص تمرين ويبقى فيه ماطشة في السادة الكاهرة على طول بنروح فأكيد كان نفسي أخدم النادي الأهلي هل تحبت تقول حاجة لجمهور النادي الأهلي؟ لا أحب أشكر جمهور النادي الأهلي إنه هو يعني فعلاً أنا حسيت إنه هم واقفين في ظاهرة دي لما أعلنوا إن أنا روحت إسراميكا أحب أشكرهم كلهم وإن شاء الله يعني يبقى لنا عودة بإذن الله ومش هتطول يعني إن شاء الله هيبقى قريب عندك أمل تلعب في الأهلي مرة أخرى؟ إن شاء الله هلعب في نازل إن شاء الله إصرار وعزيمة أنا من النوع اللي بحب التحديات يعني كل القريبين مني يعرفوا إن أحب التحديات ما فيش لعيب هيطلع أربع سنين أعارة غير لو هو مقتنع إن أنا هكسر الدنيا و譬如 ролقو vi أنا هكسر الدنيا وعناء لأهلي تاني هكسر الدنيا وعناء لأهلي تاني هم فإن شاء الله إن السنين هتعدي أنا أنا درede إن شاء الله نركز مع إسراميكا إلى الكيلو٫ترا إن شاء الله لازم إبقى من الموسم كويس أوي 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 عشان كل واحد ستزوده هتفرق معاه وفرقة مثل إسراميكا إلى كيلو٤ترا بتعمل كل حاجة للعيبة فإن شاء الله فيك حاجة جواك خنقك؟ لا لا وجد؟ لا لا عادي يعني؟ لا لا تمام انت ما لعبت في سراميكا مع شادي لعبته جنب بعض؟ اه تمام انت احرزت كم هدف؟ احرزت خمستاشر خمستاشر؟ واحد كاس ستاشر ستاشر هدف؟ وشادي؟ فاكر ولا؟ لا مشاكر بس شادي كان يعني بيجيب جواهم برضو بس وشاكر كام؟ ستة تقريبا؟ بيقولولي ستة تقريبا؟ ستة؟ انا ما اعرفش شادي حسين شايف شادي حسين؟ اضافة للنادي الاهلي؟ اه طبعا شادي رعيب كويس قوي وتقدر توظفه في كذا مكان النادي الاهلي هيحتاجه وهو ان شاء الله هيقدر يفيد النادي الاهلي شادي شخصية جميلة وصحبي حضرت كاتب كتابه؟ اه طبعا شادي صحبي في الاول وفي الاخر يعني فربنا يكرمه وان شاء الله هيعمل موسم كويس ويحقق حاجة كويسة لي طيب جاهزين يا جماعة معنا كابتن ياسر؟ شكرا